ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تتسامح مع بيها بعد أن القيت العملية بالمستشفى وفرحة هستيرية تعم المكان يوسف وزوجته يجهزان غرفة طبية لا مال قصد مراقبة حملها وحسام يلتقي فجأة بملاك ويطلب من خطيبها أسامح التحدث معه في مر مهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حيث ستتدخل الدكتورة ملاك والدكتور أسامه بملف طبي لرئيس المحكمة هذا الأخير الذي مر بتوقيف عملية الإجهاد الدكتورة ملاك تدافع بشدة عن عملية حمل المال لحيتها تستطيع الحمل رغما عن ظروفها الصحية المختار يطلب المغفرة من الله لأنه هو صاحب الدعوة ضد ابنته لتجري عملية الإجهاد خوفا عليها والمحكمة تجبر المختار عن التنازل عن القضية لتزكية المحكمة أن مال تحتاج فقط للرعاية الطبية أمال تتسامح مع بيها بعد أن القيت العملية بالمستشفى وفرحة هستيرية تعم المكان يوسف وزوجته يجهزان غرفة طبية لا مال قصد مراقبة حملها وحسام يلتقي فجأة بملاك ويطلب من خطيبها أسامه التحدث معه فمر مهم وفرحة المغفرة من خطيبها ومعه للمشاركة لا مهمة لأسامه ومعه لتجب أن يصنع المجدد من خطيبه أمال تولير لصنبه بعد مدينة الاطبع إلى الهبيتال والله أحيان يسيريك يوسف وفرحة زوجته يوميا يوميا وفرحة لأمال لتنظر لصنبه ويجب أن يكون محكمة مجدد عملية ويجب أن يتحدث عن سيدة أسامه لتكلمها ويجب أن تحرم مغربي ستعرف الحلقة الأولى من المسلسل المغربي سلامات أبو البنات الموسم الثالث، أخداف شيقة تتعلق بمال سلمات ابنة المختار، حيث ستتدخل الدكتورة ميلاك والدكتور أسامه بملف طبي لرئيس المحكمة، هذا الأخير الذي ذمر بتوقيف عملية الإجهاد، الدكتورة ميلاك تدافع بشدة عن عملية حمل المال لحيتها تستطيع الحمل رغم عن ظروفها الصحية، المختار يطلب المغفرة من الله لأنه هو صاحب الدعوة ضد ابنته لتجري عملية الإجهاد خوفا عليها، والمحكمة تجبر المختار عن التنازل عن القضية لتزكية المحكمة أن مال تحتاج فقط للرعاية الطبية، أمال تتسامح مع بيها بعد أن القيت العملية بالمستشفى، وفرحة هستيرية تعم المكان، يوسف وزوجته يجهزان غرفة طبية لا مال قصد مراقبة حملها، وحسام يلتقي فجأة بملاك ويطلب من خطيبها أسامه التحدث معه فمر مهم. مختارة أبانوني لتحرق، أتطلع ربما وفرحة مهمة أساسي حلم في أي شيء سيارة تحرق، أمال تحرق ثم أساسي تحرق، وفرحة مهمة لتحرق، والمحكمة تحرق، وزوجته أسامي تحرق، وزوجته أساسي لتحرق، اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ملاك كلفت خطها برعاية ابنتها ستعرف الحلقة اثنان من الموسم الثالث من مسلسل سلمات ابو البنات حدافا متيرة حسام يلتقي بملاك وخطيبها ويدعيهم لمنزله قصد فشاء سر يجمعه بملاك حسام يعترف ما معائلته بانه كان على علاقة حب مع ملاك نيسفاريت عن حملها الشيء الذي سيصد مسامه وينصرف ام حسام تطلب من ملاك تسليمها للطفل للتكفل به بينما ملاك ترفض وتنكرونها ولدت من حسام ونهجها الضد جلسة تجمع بين ملاك وخطيبها تنتهي باعتراف ملاكبانها نجبت طفلة اسمها سهام الشيء الذي صدم اسامة يوسف يلتقي بسفيان ويعدهنهما سيشتريان مركب صيد ملاك كلفت خطها برعاية ابنتها ستعرف الحلقة اثنان من الموسم الثالث من مسلسل سلمات ابو البنات احداثا متيرة حسام يلتقي بملاك وخطيبها ويدعيهم لمنزله قصد فشاء سر يجمعه بملاك حسام يعترف ما معائلته بانه كان على علاقة حب مع ملاك نيسفاريت عن حملها الشيء الذي سيصد مسامه وينصرف ام حسام تطلب من ملاك تسليمها للطفل للتكفل به بينما ملاك ترفض وتنكرنها ولدت من حسام ونهجها الضد جلسة تجمع بين ملاك وخطيبها تنتهي باعتراف ملاكبانها نجبت طفلة اسمها سهام الشيء الذي صدم اسامة يوسف يلتقي بسفيان ويعدهنهما سيشتريان مركب صيد ملاك كلفت خطها برعاية ابنتها ستعرف الحلقة اثنان من الموسم الثالث من مسلسل سلمات ابو البنات احداثا متيرة حسام يلتقي بملاك وخطيبها ويدعيهم لمنزله قصد فشاء سر يجمعه بملاك حسام يعترف ما معائلته بانه كان على علاقة حب مع ملاك يسفريت عن حملها الشيء الذي سيصد مسامه وينصرف ام حسام تطلب من ملاك تسليمها للطفل للتكفل به بينما ملاك ترفض وتنكرنها ولدت من حسام ونهجها الضد جلسة تجمع بين ملاك وخطيبها تنتهي باعتراف ملاكبانها نجبت طفلة اسمها سهام الشيء الذي صدم اسام يوسف يلتقي بسفيان ويعدهنهما سيشتريان مركب صيد ملاك كلفت خطها برعاية ابنتها اشتركوا في القناة الحلقة الثالثة من سلمات ابو البنات الموسم الثالث ستعرف ظهور شخصية جديدة وهي المكي الذي سيتعرف على حسام عندما زار فجات الدكاتوره ملاك وسيريه ابنته سهام فيما المختار سلمات كان يود ان يشتري سيارة ليتراجع في الاخير لكي يساعد نسيبه يوسف لشراء مركب الصيد مع يوسف فيما زوج مين يقصي وعليها كما جرت العادة لطيف زوجة المختار تغار من مختار وتقول له انه لم يعد يهتم بها كل ما يعنيه هو بناته ويعدها بمستقبل فضل وانه دوما في خدمة بناته الحلقة الثالثة من سلمات ابو البنات الموسم الثالث ستعرف ظهور شخصية جديدة وهي المكي الذي سيتعرف على حسام عندما زار فجات الدكاتوره ملاك وسيريه ابنته سهام فيما المختار سلمات كان يود ان يشتري سيارة ليتراجع في الاخير لكي يساعد نسيبه يوسف لشراء مركب الصيد مع يوسف فيما زوج مين يقصي وعليها كما جرت العادة لطيف زوجة المختار تغار من مختار وتقول له انه لم يعد يهتم بها كل ما يعنيه هو بناته ويعدها بمستقبل فضل وانه دوما في خدمة بناته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحلقة الرابعة من سلمات ابو البنات الموسم الثالث ستعرف احداث شيقة المكي زوج عائشة اخت الدكتوره ملاك سيقوم بمحاولة لبيع سهام بثلاثين مليون لابيها الشرعي حسام ولكن عائشة ستتدخل لكي وتخبر امها الدكتورة امال التي هاتفتها وطلبت منها احراق جميع الصور والحجج التي تدلي ان سهام ابنتها المكي ينصدم عندما اكتشف ان جميع الاوراق حرقت امال تاخد سهام لمنزل المختار سلمات واتطلب منهم الاحتفاظ بها في الجانب الاخر يوسف وسفيان يتفقان مع صاحب المركب لشرائه ويضربون معه موعدا لرؤيته الحلقة الرابعة من سلمات ابو البنات الموسم الثالث ستعرف احداث شيقة المكي زوج عائشة اخت الدكتوره ملاك سيقوم بمحاولة لبيع سهام بثلاثين مليون لابيها الشرعي حسام ولكن عائشة ستتدخل لكي وتخبر امها الدكتورة امال التي هاتفتها وطلبت منها احراق جميع الصور والحجج التي تدلي ان سهام ابنتها المكي ينصدم عندما اكتشف ان جميع الاوراق حرقت امال تاخد سهام لمنزل المختار سلمات واتطلب منهم الاحتفاظ بها في الجانب الاخر يوسف وسفيان يتفقان مع صاحب المركب لشرائه ويضربون معه موعدا لرؤيته الحلقة الرابعة من سلمات ابو البنات الموسم الثالث ستعرف احداث شيقة المكي زوج عائشة اخت الدكتوره ملاك سيقوم بمحاولة لبيع سهام بثلاثين مليون لابيها الشرعي حسام ولكن عائشة ستتدخل لكي وتخبر امها الدكتورة امال التي هاتفتها وطلبت منها احراق جميع الصور والحجج التي تدلي ان سهام ابنتها المكي ينصدم عندما اكتشف ان جميع الاوراق حرقت امال تاخد سهام لمنزل المختار سلمات واتطلب منهم الاحتفاظ بها في الجانب الاخر يوسف وسفيان يتفقان مع صاحب المركب لشرائه ويضربون معه موعدا لرؤيته الحلقة الرابعة من سلمات ابو البنات الموسم الثالث ستعرف احداث شيقة المكي زوج عائشة اخت الدكتوره ملاك سيقوم بمحاولة لبيع سهام بثلاثين مليون لابيها الشرعي حسام ولكن عائشة ستتدخل لكي وتخبر امها الدكتورة امال التي هاتفتها وطلبت منها احراق جميع الصور والحجج التي تدلي ان سهام ابنتها المكي ينصدم عندما اكتشف ان جميع الاوراق حرقت امال تاخد سهام لمنزل المختار سلمات واتطلب منهم الاحتفاظ بها في الجانب الاخر يوسف وسفيان يتفقان مع صاحب المركب لشرائه ويضربون معه موعدا لرؤيته الحلقة الرابعة من سلمات ابو البنات الموسم الثالث ستعرف احداث شيقة المكي زوج عائشة اخت الدكتور هو ملاك سيقوم بمحاولة لبيع سهام بثلاثين مليون